هذا وهم أنا أعتقد أنه وهم ويا سيدي حتى لو لأن لوخ ذاه سيحسب عليها هو يعرفوا أن البرلمان وقلنا المسئولية التضامنية أعضاء البرلمان كلهم هم أعضاء البرلمان قالوا الرجل يجلسوا ويأخذ في قرارات لوحدها ما مهزلة هذه ما سكوتنا المهزلة عشر سنين يا أبو علي اليوم نتكلم في قضية حساسة ومهمة وإننا اتفقنا مع بعض أن يكون عنوان الحلقة يعادة بناء الدولة لأن الاستمرار بهذا النهج بهذه الطريقة هو انتحار لحاجة اسمها ليبيا نعم دخلنا في كم حرب أهلية دخلنا في حروب أهلية وممكن الكيان اسمها ليبيا يختفي هنا الخطورة هو الآن بدأ في مشروع التقسيم يعني ينفذ يعني بالضبط يعني وأنت لك يتباتك في موضوع التقسيم تقسيم المقسم وتجزية المجزة وغير ذلك هذا واحد من المشاريع الإقليبية يعني إعادة تقسيم البلدان كلها ليبيا ومصر أنا سمعت الأمير العام لجامعة الدول العربية قال هناك من حاول يقنعني بجدوى إعادة تقسيم البلاد العربية والغزو الأمريكي للعراق كان الهدف الأساسي ليه أنه بقسم العراق إلى ثلاث دول نعم كردستان وشيعة وسنة نعم وهي الخرائط يعني نشرت نشرت صحيح لكن الآن لما نتكلم عنه أن الكيان الليبي مهدد والبرلمان اللي يتحمل المسئولية الآن هو مقدم لي على الأقل معذيرة أنه يا ربكم أن يدرت لعليا وطلعت مش هو قاعد يكرس في نفس المفهوم قاعد يكرس في نفس الخطوات وقاعد يحتمي خلف قرارات الأولامس رئيس اللجنة المالية خير رئيس اللجنة المالية البرلمان عمر تنتوش يقول بملئ فيه أن القرار اللي صدر عقيلة صالح في تخفيض نسبة الضريبة من 27 إلى 20% لا علم لي به هذا رئيس اللجنة المالية هذا الكلام يستدعي أن الشعب الليبي يخرج مع بعضه يمسح البرلمان